يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي ناتنياهو ورئيس كحولفان بني غانتس خلال زيارة سريعة للبلاد الأسبوع المقبل في رحلته الخارجية الأولى منذ بدء أزمة كورونا ولفتت مصادر دبلوماسية وفق وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن بومبيو سيعقد اجتماعا مع غانتس وناتنياهو لبحث برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة خاصة مخطط ضم أراضي فلسطينية للسيادة الإسرائيلية بموجب صفقة القرن المزعومة ونقلت الوسائل عن مصادر دبلوماسية قولهم أن بومبيو سيصل قبل أداء القسم الدستوري لحكومة ناتنياهو وغانتس الجديدة علما بأن آخر زيارة قام بها للبلاد كانت في تشرين الأول من العام الماضي